السلام عليكم وإياكم محمد خان نكمل سلسلة هذا هو الفيديو السادس سنأخذ به الاندوكراين والميتابوليك سنأخذ واحد من أشهر الأمراض اللي هو الدايبيتس مليتس أو مرض السكري سنأخذ سنعرف ما هو هذا المرض بالضبط سنأخذ كيف نشخص هذا المرض وكيف نحكم على الدايبيتس عند هذا المرض سنأخذ بعدين أهم شيء الذي هو الدايبيتس مليتس كيف نتعامل مع أي الدايبيتس مليتس بجميع أنواعها هل تريدون أي مقدمات أملك 그때؟ lang BUMP ملحبكت المنكات الجديدة سنأخذ ذلك który ونأخذ ساكذل هذه الصورة التي يعلم أن تلك هو صورة على هذه المرض كيف كيف تأتδώه Dame الانجرهانز اكيد سامعين بيها جزر الانجرهانز اذا تشوفوا مساحتها ما تاخذ اكثر من 5 بالمئة مساحت البنكرياس كله بس هاي الجزر بيها شي مهم جدا بيها نوعين من الخلايا خلايا جاي بالسنتر خلايا جاي بالبرفرال او ما نقول بالجوانب خلايا بيتها مهمتها مهمتها انه تفرز هرمون اسمه الانسولين اكيد نعرفه كلتنا سامعين بيه اللي هو الانسولين الالفا سيلز باختصار تفرز هرمون ثاني اسمه الجلوكاجون الجلوكاجون باختصار مهمته انه عندما يصير عندنا نقص بالسكر بمستوى الدم سينفرز الجلوكاجون وشنو سيحفز على انه هو يصعد مستوى السكر بالدم ما سنتكلم عليه نهائيا احنا همنا بشنو همنا بالانسولين خلينا نشوف الانسولين شوفوا هاي هاي الصورة نحن نعرف انه مركب اسم الجلوكوز مهم مهم جدا في موضوع شنو في موضوع امدادنا بالطاقة انت رو تجي تشوف الخلايا مع الجسم الانسان او خلايا مع اي شي حي تعتمد على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة ومتاز جدا فانت لم تجي تاكل شغلة حلوة مليئة بالجلوكوز شنو يسوي راح الجلوكوز وين يكون بالدم مترسب تمام لما جلوكوز هذا شن يريد يجي يريد يجي يدخل للخلايا حتى شنو حتى سيطيها الطاقة طبعا الخلايا السيلز مالتها او الولز مالتها ما تقدر انها يدخل جلوكوز رأسي لازم منه لازم اكون مثل الشخص مهمة انه يكون عنده مفتاح فتح ابواب الخلايا حتى يدخل بها جلوكوز هذا من هو هذا هو باختصار الانسولين فشن يصير لما انت تاكل او لما اي انسان يأكل شنو سيصير اول شي الجسم سيحفز على افراز الانسولين ليش؟ الدم راح يكون مع ان هذا الجلوكوز صاحب لان خلاص جاي او هاي عن مموت الخلايا عن اضطها IT فيげ طاقة عمكان يفرز الأنسولين يجي الانسولين يقول يا انا ان مع Wrestlingブad فما ما افتح ابواب مع الخلايا عن طريق الأبواب 및 الخلايا عن طريق الانسولين هذا هو يأكل هنا يدخل البيبان عندما يدخل الخلايا سي beginnings打 tr preventive يكون طاقة التي تعيش وتكثر وتتكثر لا جدا كمه لها وامتاز جدا تخيلوا إياي نرجع على البنكرياس تخيلوا إياي أن يصير لدينا مرض وهذا المرض بالعادة يكون بالأطفال صغار السن أول ما يتكون الجهاز المناعي للشخص شن يجي يشوف يجي جهاز المناعي يشوف جزر لانجرهانس على أنها شيء مضر اليوم ما هو؟ هذا هو الأوتو إميون نعرف أن كلمة أوتو إميون شنو عنها؟ معناها أن الجهاز المناعي يهاجم خلايا طبيعية بالجسم لكن هو ما يعرف أنه هي طبيعية ماذا يجي يقول؟ يجي يقول الإميون الذي هو T-cells يقول لا هذه الجزر لانجرهانس هذه عبارة عن جراثيم أو عبارة عن مكتيري ماذا يفعل؟ ستهاجم هذه الجزر و ستقتلها عندما ستقتل ما يفعل؟ بعد أن لا يوجد ألفا سيلز و لا يوجد بيتا سيلز ما يعني ما؟ لا يوجد جلوكاجون و لا يوجد أنسولين تمام؟ عندما يأتي لا يوجد أنسولين ماذا سيحدث؟ سيترسب الجلوكوس خارج الخلايا سيضل وين؟ سيضل بالدم سيضل بالخلايا ما سيسبب؟ سيسبب تراكمجلوكوس بالدم و سيسبب مرض السكري وبالتحديد مرض السكري النوع الأول هذا يسمى مرض السكري النوع الأول مرض السكري النوع الأول هذا الشخص الذي يوجده يجب أن يتعيش على انسولين لماذا؟ لأن جهاز المناعي يدمر الخلايا التي تكون له انسولين في الجسم سيساعد في عملية تدخيل جلوكوس ممتاز سيناريو الثاني سيناريو الثاني سيناريو الثاني سيناريو الثاني عبارة عن الجزر لانجرهانس موجودة و لا يوجد أي مشكلة لكن ماذا يحدث؟ تخيلوا أن الشخص عندما يكون عمره كبير في السن ويكون لديه وزن زائد ويكون خامل يعني لا يتحرك طبعا الوزن زائد معنى أنسجة أو خلايا دهنية طبعا الجلوكوس يدخل الوزن سيساعد على تكوين هذه الوزن وهذا الشيء الذي يجعلنا نسمن عندما تعرف ما نأكل سكريات نسمن عبارة عن الجلوكوس يدخل الدم بعدما يدخل الدم الأنسولين سيفتح البوابات مع الوزن وبعدما ينفتح ما سيقوم عندما يدخل الجلوكوس سيحفظ على ما سيحفظ على ما سيحفظ على ما اسمه اللايبوجينيسز أو تخليق أو إنتاج الأديبوستيشو فما سيصبح ستكون أنسجة دهنية تترصب حوالين الجسم وسيسمن هذا هو باختصار طريقة أن الجلوكوس أو السكرية تخلينا نسمن فلما يأتي ما عندما يأتي عندنا أديبوستيشو معنى أنسلين هو يشتغل وما البنكرياس سواء كانت من الخلايا ستتعب أو أنسلين يأتي كل مرة يفتح باب خلية وبدل ما كانت لديها خلايا ستكون لديها خلايا كيف تكون لديها لأن الشخص سمين فعندها لديها ما سيصبح الأسلين سيتعب أو الخلايا ستتعب ما سيصبح الشغل المالته ليس صحيح يعني سيفتح مرة الخلية ومرة لا وما ستقول يا جماعة لا نحن لدينا طاقة ومعنى جلوكوز برا ما سيصبح سيترسب جلوكوز برا وما سيكون الأنسلين لأي فائدة هذا هو type 2 diabetes هو نفس الشيء لو تلاحظون أن الديابيتس هو عبارة عن عبارة عن ترسب جلوكوز لبرا لكن ما عبارة عن أن الأنسلين لا موجود نهائيا حتى يفتح يعني ما الرسبتر لا يوجد الرسبتر طبيعي ولكن الأنسلين النوع الثاني ما هو أن الأنسلين موجود أو بدأ يقل لأن الجسم بدأ يتعب سواء كان كبر بالعمر أو أن كان شخص سيمين وعنده هواية يفتحهم الأنسلين ما سيسبب هذا الشيء سيسبب أن جلوكوز سيترسب برا ليس أن الأنسلين تعب أو بدأ 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 خربان لماذا نستعمل هذا مرة سيجعل الجسم يفرز أنسلين حتى يعدل الجلوكوز هذا الشيء ما سيقوم سيجعل الخلايا بما أن زاد عليها الطلب ستتكاثر سيصبح هايبرو تروفي هايبرو بليجيا ستتكاثر بالبنكرياس لكن ستتعب هذا التعب سيسبب سيسبب أن يدخل تايب 2 ديابيتس هذا باختصار الفيسيولوجيا تايب 2 ديابيتس سيركز ما هو الأفكت من جلوكوز عندما يكون بالدم مثل ما قلنا جلوكوز مهمة مهمة عندما يكون بالدم ما سيقوم سيذهب إلى الأنسج الدهنية سيقوم بمساعدة الأنسلين سيضخل سيساعد على ليبو سيكون الخلايا الدهنية سيجعل نسمن تمام سيقوم بمساعدة الأنسلين مثل ما قلنا سيأتي الأنسلين يفتح الخلايا مع العضلات سيدخل بها جلوكوز ويضعها الطاقة سيجعل العضلات تتحرك وما بها أي مشكلة ممتاز جدا فإذا ترسب جلوكوز برا ما سيحدث العضلة ستقول يا شباب أنا أريد طاقة أنا أريد أي حل أنا صار عندي عجز ما سيحدث سيحدث أن العضلة ستبدأ تاكل بنفسها ستبدأ تاكل بنفسها حتى تعيش لما عدى أي مصدر للطاقة فما سيحدث ستفرز شيء اسمه أماينو أسد اللي هم المركبات البداية مع البروتينات اللي هي المكونة للعضلات فما ستفعل ستدخل هاي الأماينو أسد ودخلهم للليفر ستقل يا ليفر ستفعلنا حل جلوكوز لا يدخل مننا أو جلوكوز ما عدنا في أي حالة من الأحوال فالليفر ستفعل سيكوننا من الأماينو أسد سيكوننا جلوكوز 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 عبارة عن مركب مثل الجلوكوز هذا المركب سيطيننا الطاقة لهذه الخلايا ممتاز جدا بالنسبة للعضلات سنرى الأديبوستيشو ماذا التأثير لما يدخل لها جلوكوز أديبوستيشو ستجوع ستقول يا ناس نحن نريد طاقة ونحن الخلايا تعبد ماذا سيحدث؟ ستبدأ نفس الشيء مثل العضلات ستبدأ الأديبوستيشو ستبدأ تتحلل ماذا؟ يصبح لها لايبولايسس دائما كلمة لايبولايسس يعني تحلل ماذا ستطيننا؟ الأديبوستيشو عبارة عن دهون هذه الفات ستطيننا فاتي أسد الفاتي أسد ماذا ستوديها؟ ستوديها لل كبد ماذا ستقول له؟ يا كبد الصرف نحن نريد طاقة وخاصة منه يعني الأديبوستيشو ستتحلل على مود الطاقة تذهب لشغلات المهمة بالجسم الخلايا مع الدماغ الأعضاء المهمة ما ستحدث؟ الأديبوستيشو سيطيننا فاتي أسد الفاتي أسد ستدخل للكبد سيحول إلى شيء اسمه كيتون بادي أكيد تسامعين بي اسمه كيتون بادي كيتون بادي عبارة عن مصدر للطاقة آخر للجسم لذلك الجسم يغيش به فهذا هو باختصار هذا هو باختصار الكيتو دايت الذي يريد أن تعرف الكيتو دايت عبارة عن ما عبارة عن أنك لا تأكل جلوكوز أو لا تأكل سكريات هذا ما سيقوم بادي سيجعل الأديبوستيشو مع الجسم لما أنها لا تأكل مصدر للطاقة ما سيحدث؟ ستبدأ تأكل بنفسها عندما تبدأ تأكل بنفسها ستودي الفاتي أسد التي هي ناتجة من تحللها للكبد سيكون كيتون بادي مثل ما قلنا كيتون بادي عبارة عن أجسام كيتونية يعيش عليها الجسم يستعملها كمصدر للطاقة فالكيتو دايت عبارة عن أنك تتحول أو تعمل من مصدر الطاقة المالك قبل أن تأكل منك الزكريات ويأتي الأنسلين يفتح البوابات ويغذي بها الخلايا مع الجسم حيث صار أنك الطاقة المالك تعتمد على الأديبوستيشو أو الأنسجة الدهنية الموجودة عندك فهذا الشيء سيسبب ذوابانها ستضعف لأنها ستذهب ويعيش الجسم على الكيتون ممتاز جدا هذا هو الكيتو دايت بالتحديد ولكن هناك شيء ثاني ستحدث بالناس الذين لديهم ركز وياي ما يعني أنسلين عندما يكون لدينا أي أنسلين ما سيحدث؟ سيكون المال للتحلل مثل ما قلنا على ويضع نفاتي أسد ويأتي هنا للكبد ويضع الكيتون ما هي المشكلة المشكلة الكيتون عندما يستهلك الجسم بشكل كبير ستسبب أنه حموضة في الدم ما سيسبب؟ سيسبب ظاهرة للديابيتس ويأتي أكثر أو دائما بالتائب 1 الدياباتيك 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 ممتاز الدياباتيك 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 سيقوم بعمل أسيدوس فهذا يسمى الدياباتيك عبارة عن مرحلة متقدمة جدا من الدياباتيك عندما الشخص لا يراعي نفسه سيسبب هذا الشيء خطير وممكن يسبب في وفاة الشخص هذا المرض الدياباتيك طبعا من شاء الله الثانية ما هو مصدر الطاقة الخاص بالأنسجة أو الخلايا مع جسم كلها فإذا كان برا ما دخلت جوه وما استفادت من الخلايا ما سيحدث؟ خلاياها ستجوع مثل ما قلنا فما ستفعل ستفعل أو ترسل إشارات للعقل ستقول يا عقل نحن جوانين ما لدينا أي أكل فهذا ما ستفعل؟ ستفعل إحساس بالجوع عند الشخص هذا لماذا؟ مريضه السكري دائما يحس بالجوع لماذا؟ لأنه عنده سكر في جسمه يتملت بالتحديد ولكنه لم يدخل الخلايا الخلايا سيسبب أن الشخص يحس بالجوع إن شاء الله ثانيا الجلوكوز خاصية من خصائصه كمركب كيميائي أنه أي سوائل تأتي لي ما تلزق به أو أنه جاذب للسوائل لما يحدث عندما يكون الجلوكوز لدينا الكثير بالدم سيذهب إلى اللوين سيذهب إلى الكليتين كليتين سترى الجلوكوز لدينا عالي لذلك ستحاول إلى الطرحة بره عندما تحاول إلى الطرحة بره المياه التي موجودة بالدم سيذهب إلى تنجذب الجلوكوز هذا ما سيسبب سيسبب شيء اسمه بولي يوريا أو أن الإنسان يكون عنده رغبة بالتباول أكثر من الطبيعي هذه شيئة ثانية من العراض فلما الماء يخرج من الجسم ما سيحدث للشخص سيكون لديه جفاف وما سيكون لديه سيكون لديه بولي ديبسيا بولي ديبسيا ما معناها؟ الشخص هذا يعطشه ديبسيا يعني ثرست يعني عطش بولي يعني متعدد يعني شخص هذا يعطشه فهذا الجلوكوز هي تأثيرة لما يكون برا الدم وما يستعمل للجسم هذا الأعراض التي سنذكرها على مريض السكري تطلع بهذا الشكل سنأخذ المرض السكري طبعا المرض السكري عبارة عن مرض يأذي أو يضر مكانات متعددة بالجسم أشهرهم هو الكارجيوفاسكيلر أي شخص معرض جدا أو السبب الرئيسي في وفاتها سيكون من الكارديوفاسكيلر سيسبب السكري لماذا؟ دائما الديابيتس يضر أوردة والشرايين والأعصاب هذه الشغلات دائما يضرها الديابيتس فماذا؟ الأوردة والشرايين مع الدماغ ستضرها ستسبب السكري الأوردة والشرايين الموجودة موجودة بالرتينة اللي هي شبكية العين ستنضر سيصبح شيئا الديابيتك ريتنو باثي اللي هو عبارة عن مرض باثي مرض ريتنو بالرتينة سيسبب العمر هذا المسبب الرئيسي للعمر هذه الأشخاص يعني اللي هو الديابيتك ريتنو باثي سيسبب أن الديابيتك نيرو باثي مثل ما قلنا الديابيتس يؤثر على الأعصاب سيسبب سيسبب تنميل بأطراف الجسم مثل الإيدين ورجلين سيسبب سيسبب ناتج ناتج أنه يأذي الأنسجة والشراينات مع الرجلين أو إيدين فهذه الشراينات سيقلب بها ويصبح أثير سكليروسيز مثل ما ذكرنا بالمحاضرات ما سيسبب سيسبب شيئا اسمه الديابيتك فوت أنه يكون قليل سيضطر أن الرجل سيصبح غانجرين سيفطرون أن لا يقصوها هذا معروف دائما أن شخص يقصر عند السكر بعدين كان غير منتظم بعدين صار عنده غانجرينة ثانية الديابيتك نيفروباثي دائما الديابيتس يؤثر على الكليتين لماذا؟ لأن الكليتين بها شراينات وبها أوردة صغيرة جدا تكلمنا عليهم بالأمراض الكيدني فهي سيؤثر عليهم والديابيتس و سيسبب لنا مشاكل بالكيدني و عندما يحدث المشاكل بالكيدني ما سيحدث؟ سيحدث لنا مشاكل بالكالجيو فاسكرو سيستم مثل ما قلنا لهم مرتبطات فهذا هو الديابيتس فلو نعرف الديابيتس بعد هذه المقدمة سنقول الديابيتس عبارة عن ميتابوليك ديسوردر كاركترايز هاي بلود غلوكوز هايبر غلوكوز 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 عالي بالدم ناتج من نتج من نتج من نتج من نتج من تصنع انسولين حيث تصنع او لا يستطيع انسولين تصنع التقسيمات حاليا التقسيمات هم هذو اللي قدامكم اول نوع اللي هو مثل ما قلنا تايب 1 تايب 1 عبارة عن شنو؟ عبارة عن ان يصير عندنا بيتا سيل ديستركشن مثل ما قلنا الجهاز المناعي يجي يروح على البيتا سيل فحي يجي شنو؟ يشوفها شي غريب و رح يدمرها هذا شي سيسبب بنا شنو؟ ماكو انسلين ماكو انسلين سيسبب بنا سكري النوع الثاني اللي هو تايب 2 دايبيتس هاي عبارة عن شنو؟ هذا عبارة عن إنسلين رزيستنس هاي الكلام كله عبارة عن شنو؟ مثل ما قلنا؟ عبارة عن إن حساسية الريسبترز أو مثل ما قلنا الأقفال اللي يستعملها الانسلين حتى يفتح بها الخلايا سيصير بها مقاومة بعد ما رح تشتغل بعد الانسلين ما رح يقدر يفتح الخلايا حتى يدخل بها جلوكوز ويؤدي وظيفته رح يسبب بنا تايب 2 دايبيتس النوع الثالثة النوع اللي بعدها اللي هي النوع الثالث هذا شنو؟ هذا عبارة عن جينيتك ديفكت مرات يصير بالبيتا سيلز أو مرات يكون عبارة عن دراج أو كيميكال يأخذ الشخص يأثر على البنكرياس رح يسبب دايبيتس النوع الرابع اللي هو الجستيشنال دايبيتس شوفوا ياه كلمة جست بالانجليزية شنو معناها؟ معناها ضيف صحيح؟ دايما نخلي ببارك كلمة جستيشنال بالطب معناها شيء العلاقة بالحمل يعني أنا شون أذكرها؟ أذكرها بأن أقول أن الطفل رح يكون ضيف علينا بعدين فهذا الضيف لما إجاء سواء مرض ماين فلما نقول مثلا جستيشنال دايبيتس معناها الدايبيتس أو السكري اللي ناتج من الحمل لما نقول جستيشنال هايبرتنشن هو مرض الضغط اللي يجي للحامل فالجستيشنال دايبيتس عبارة عن لأنه عبارة عن لأنه عبارة عن لأنه عبارة عن خلل بالهرمونات يصير للحامل شيء طبيعي مرات فشنو سيسبب خلل بالهرمونات سيسبب أن زيادة مستوى السكر بالدم عند هاي المرأة الحامل بالعادة بعد ما تنجب المرأة سيتعدل في غضون أشهر بس هاي شنو هذا الشيء هذا الشيء يجعل أكو رزق النهاية بعدين سيجيها تايب 2 دايبيتس في حال في غضون 5 إلى 10 سنوات لديد الاحتمالية ولكن ليس معناها أن سيصير بها الآن نجي للرسك فاكتور طبعا مسببات الدايبيتس ما معروفة سواء كان النوع الأول أو النوع الثاني بس الجينتك تلعب دور كبير جدا في موضوع الدايبيتس يعني شنو يعني شخص إذا كان أبوه أو أمه عندهم دايبيتس احتمال 60% أنه يصير يكون عنده دايبيتس فالجينتك تلعب دور بس شنو بس هو غير معروف يعني ليش صارت بالبداية ما معروفة بس شنو أكو رسك فاكتور خاص بالتايب 2 دايبيتس ها هذا التايب 2 دايبيتس عبارة عن شنو عوامل خطر ممكن تزيد في احتمالية إصابة الشخص بالسكري وهذا الشي خلوا ببالكم أنه يزيد من احتمالية وليس أنه يصير عند السكري ليش لأن هسا نقول أن مثلا الأوفر ويت هو أكثر مسبب زيادة الوزن أكثر مسبب رسك فاكتور يسبب تايب 2 دايبيتس بس شنو ستجد ستجد الكثير من أشخاص أوفر ويت عندهم سمنة بس هما ما عندهم دايبيتس فهذا الشي يرجع شنو يرجع أنه هو المين كوز النوم بس هذور يبقى عن رسك فاكتور عوامل تساعد على الإصابة لكن مو مية بالمية فأول شي الهاي بلوت برشور أي شخص عند ضغط معرض أنه يصير عنده تايب 2 دايبيتس الهاي فات والكوليسترول أي شخص يأكل أغذية غير صحية ستسبب الأورويت والأورويت ستسبب له الدايبيتس عندك الحياة الخاملة لأي أشخاص لا يعرفون الرياضة لا يتحركونه هاي الأشخاص معرضين جدا أنه يصير لهم تايب 2 دايبيتس والسموكينج طبعا نحن نعرف السموكينج يضر الجسم من جميع المقاييس فالسكر يكون واحد منهم السباب ما عرفنا ما هو الطويل سنأخذ كلينيكال بريزنتيشن أو كيف نعرف أن هذا البيتس عنده دايبيتس طبعا قبل أن نأخذهم سنأخذ الفيتشورز اللي هي ما تايب 1 و تايب 2 هم طبعا أكثر إن شاء الله سنركز عليهم و سنركز على النوعين الثانيات سنأخذ تايب 1 و تايب 2 أول شي نأخذ جد نسبة الناس المصابين بالتايب 1 و تايب 2 إذا قسمنا الناس اللي عندهم دايبيتس بصفة عامة سيكون تقريبا من 5 إلى 10% عندهم تايب 1 يكون المصابين اللي عندهم من همه تايب 2 يعني تايب 2 يعني يأخذ تقريبا تسعين بالمئة من مرض الديايبيتس كله هاي شخصة نجي للأعمار بالعادة التايب 1 دايبيتس يتشخصونه خمسناعش وأقل أنتوا أخذ لبالكم إن اللي يسويه الاميون سيستم للبنكرياس تقريبا يخلص بعمر ثمان سنوات يعني من عمر ثمان سنوات هذا البيتشنت بعد ما عنده انسولين نهائي فرح لازم تبدأ تطلع علي الأعراض لأن الجسم سيتعب سيحس بنحول إلا ما عنده أي طاقة فرح تبين علي الأعراض من شنو من هو عمره صغير على عكس التايب 2 دايبيتس اللي شنو اللي مثل ما قلنا يكون عنده سيستم مع الانسولين طبيعي وجهاز المناعي طبيعي فرح شنو بعد أربعين سنة وبالعادة إن الشخص هذا سيكون زائد وزنه رح يكون شنو ستتعب البنكرياسي يتعب ويبدأ يصبح عنده انسولين وبعدين سيسبب له تايب 2 دايبيتس نحن للبودي بيلد ستجد بالعادة أن تايب 1 دايبيتس يكون نورمال أو ثن ستكون طبيعي أو يكون ضعيف بعض التايب 2 بالعادة أو أغلب الأحيان ستجد عنده سيكون وزنه زائد يعني سيمين أوبيس السيفيرتي طبعا السيفيرتي مع التايب 1 تعتبر لأن هذا الشخص لا يستطيع العيش إلا بأنسولين لأنه لا يوجد أي سورة أنسولين في جسمه فشنو أي مشكلة أي شيء يحدث أي شيء يحدث سيكون على عكس التايب 2 اللي عنده أنسولين والجسم يحاول بأي طريقة أنه يعدل السكر سيكون ميلد بالنسبة للأنسولين بأي طريقة بأي طريقة أنسولين يعني هذا مثل ما قلنا تايب 1 اسمه أنسولين معتمد كليا على الأنسولين لا تايب 2 من 35% إلى 30% منهم يعتمدون على الأنسولين وهذه طبعا عبارة عن مرحلة متطورة من تايب 2 حساسية الريسيبتور مع الأنسولين حتى أنسولين يشتغل بطريقة صحيحة هذا هو باختصار يعني يعتبروا الأقفال التي يستعملها الأنسولين حتى يفتح بها يصلحها الميتافورمين ما سيسبب؟ سيسبب أن زيادة مع الجلوكوز أنه يدخل بسرعة على الخلايا هذا الميتافورمين تمام نأتي بعدها للأورال هايبوجليساميك هذا هو الميتافورمين وهو الأورال هايبوجليساميك المواد أو الأدوية يأخذها بالفم التي تنقصنا الجلوكوز طبعا التايب 1 لا يستعملون هذا الشيء يستعملون جلوكوز مثل ما قلنا بداية المحاضرة أنهما الريسيبتور لا يوجد الأنسولين لا يوجد الأقفال لكن المفتاح لا يوجد الأنسولين هو الموجود التايب 2 50% منهم يستجيبون هذا الشيء بدون أي مشاكل الكيتو أسيدوس اللي هو عبارة عن كيتو أسيدوس كي دي اي الذين ذكرناها قليلا مثل ما قلنا كومن جدا بالتايب 1 وهي ما في الانكومن بالتايب 2 ركزوا لها أسئلة الكي دي اي مشهور بالتايب 1 دايبتس المضاعفات للتصير ويالعمر جد 90% المضاعفات تصير في 20 يار يعني من الوقت يتشخص إلى بعض 20 يار ستكون المضاعفات قوية بينما الـ Type 2 يعتبر أكثر من المضاعفات الـ Rate of clinical onset الـ Diabetes Type 1 ستجد أن يحدث الانسان أو رابد أو أكيوت يعني رأساً تموت الخلاهية الـ Patient يدخل بأعراض مع هايبوجليسيمية أو هايبوجليسيمية وبعد ذلك ستبدأ تبين عليه على عكس السكر الذي هو Type 2 أغلب الناس أو 50% من الناس ولكن لديهم Type 2 Diabetes لا يعفون أصلاً أنهم لديهم Type 2 Diabetes هذا ليس شيء سلو Stability مثل ما قلنا ما دام هذا أكيوت سيكون Unstable أي لحظة يتغير أي لحظة الـ Patient يدخل بـ Complication على عكس الـ Type 2 الذي هو يعتبر Stable إن شاء الله الثانية ما الذي أركز عليها بسرعة عبارة عن Genetics الجين أو الكرومزون المسؤول الذي عندما يحللونه سيجدون أن يكون به خلر وهذا هو بالنسبة لـ Type 2 وهذا هو وهذا عبارة عن اختبار اسمه Human Leukocyte Agent إذا يقوم بـ Present معناها أن الـ Autoimmune هو الذي ضرب الخلايا ومعناها أن هذا لديه Type 1 سيكون Not Present لماذا؟ لأنه لا يوجد أي مشاكل بالـ Autoimmune ممتاز جداً والـ Insulin Receptors مثل ما قلنا ستكون لا موجودة في Type 1 لماذا؟ لأن الـ Receptors لا يوجد الـ Insulin ستكون طبيعية والـ Type 2 هي المشاكل 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 ممتاز هذا كان درسنا لليوم إذا استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناة عن طريق المكان لم أشترك عليه وكاتب عليه Subscribe أو إذا تحب تشوف باقي المحتوى الذي قدمه تقدر تشوفه عن طريق الـ Watch Next على المكان لم أشترك عليه وإلى حين ألقاكم دمتم بخير جميعاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر